تتجه أسلحة الثوار المتوسطة منها والثقيلة باتجاه المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا وحدات الحماية الكردية يقف المقاتلون هنا في حالة تأهب للرد على هذه الميليشيات في حال أي اعتداء جديد منها بعد أن خرقت هنة بين الطرفين كانت قد أبرمت قبل حوالي عام وقامت ببناء تحصينات جديدة على خطوط التماس بين أطمى في ريف إدلب الشمالي ودير بلوت وجنديريس وعندما حاول الثوار منعها من إتمام تحصيناتها قصفت مخيمات اللاجئين في المنطقة تم في هدنة بينهم من مدة تقريبا سنة على أنه ما يتم تقدم أي شخص تجاه الآخر أو بناء أي تحصينات جديدة أو أي شيء من تقريبا شغلة شهر خرقوا الأكراد أو الحزاب الكردية لهذه الهدنة عن طريق بناء أبراج محصنة مصنع مخلصان صلبة قوية جدا على نوقات متقدمة جدا بتجاه المناطق المجهدين والثوار تحصينات كثيرة أعدها الثوار منها المساتر والخنادق والدشم والأنفاق كما قاموا بنصب مدافع من عيارات مختلفة منها مدافع جهنم محلية الصنع ومدافع الهوين ولكن فوهاتها مغلقة ريثما تنتهي المفاوضات القائمة حاليا بين الطرفين نحن هون جهزنا حالنا عملنا ديشم حفرنا خنادق عنا أسلحة ثقيلة موجودة هنا في عنا مدافع وفي عنا الحمد لله أمورنا جيدة وعالي العالي الحمد لله فصائل عديدة تشترك في العمل منها فيلق الشام وأحرار الشام وجبهة أنصار الدين وكتائب نور الدين زنكي وجبهة النصرى وكتائب فجر الخلافة عنا عتاد كامل بإذن الله ونحن بإذن الله جاهزين لأي عدوان من هيئة حماية الأكراد والحياء والجفة الكردية بإذن الله جاهزين والاستعداد الكامل لأي هجوم منهم في حالة تم وقوع أي إصابات بين المدنيين الأكراد يعني عليهم يعرف أن السبب هذا الفعل هم الأحزاب الكردية وإذا ما أخذوا على يديهم وما مسكوهم منعوهم عن استهداف المسلمين والسوريين في المخيمات فهم اللي راح يحصدوا النتيجة المريرة يذكر أن نقاط التماس قريبة جدا من قرية أطمى ومخيماتها التي قصفتها ميليشيا وحدات الحماية عدة مرات وأوقعت شهداء وجرح من المدنيين فضلا عن قربها من نقاط تمركز الجندرما التركية على الحدود أغلقت فوهات المدافع هنا على جبهتي ديربلوت وجنديرس ريثما تنتهي الهدنة يقول المقاتلون هنا بأنه في حال تم الاعتداء من قبل وحدات حماية الشعب الكردية على المناطق الخاضعة لسيطرة الثورة فإن الرد سيكون قاسيا محمد الفيصل أوريانت نيوز من نقاط التماس بين الثوار ووحدات حماية الشعب الكردية في ريفيدلب ترجمة نانسي قنقر